وعندنا كمان نادين شهين لعبة النادي الاهلي تتقدم مركزين ويثرب عادل تتراجع مركزاً بالتصنيف العالمي نادين شهين لعبة المنتخب المصري سكواش ونجمة النادي الاهلي تقدمت مركزين في التصنيف العالمي عن شهر تسعة وقلت لحضراتكم اللي صدر منذ ساعات نادين قدرت انها تتقدم مركزين في التصنيف اللي كانت محققة الشهر اللي فات بعد ما كانت وصلت دور الثمانية في طولة علامة دولية لسكواش وخرجت قدام بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمية نور الشربين لو بصينا كمان على التصنيف هلأ أن نجمتنا ياثر بعادب رجعت مركز واحد علشان يجي في المركز الخامس في التصنيف العالمي طبعا هي كانت في الرابع والخامس الموضوع قريب جدا نقط لو اندخلت بطولة أو لتنين على عالميتين هتلاقي نفسها برضو ورجعت ليه التصنيف ده طبعا سياسة النادي أو اتجاه لسكواش في النادي ده طبعا